موسيقى ولنبدأ بالخبر الأهم اللي كلنا استيقظنا عليه صباحا وهو خبر كنا كلمناكو عليه بالأمس وهو حكم المحكمة فيما يخص قضية الاعتداء على أو قتل نائب المأمور في المينيا في عقب أحداث فض ربعة والنهضة والتمثيل بالجثث ونهاردة حكم المحكمة ما كانش بإعدام خمسمية تمانية وعشرين إخواني ومناصرين للإخوان ومتهمين كما تخيلنا لما في أربعة وعشرين مارس الماضي عندما قال القاضي المستشار سعيد يوسف صبري أنه يحيل أوراق تمانية وعشرين مواطن أو تمانية وعشرين متهما إلى المفتي وصبنا جميعا بالظهر وقامت الدنيا ولم تقعد وقلنا أنه إزاي هذا أكبر عدد من أعداد الإعدام في العالم والبنكي منطلع بيان والبيطلا بيطلع بيان وحوو الإنسان طلعت بيان وإحنا كمان أبدينا إنزعجنا وسياد المستشار قدم فينا يعني بلاغ يعني كل ده حصل لكن الحقيقة إنه ما حدث كان مخالف تماما ما حدث وأن سياد المستشار يبدو إنه ما قاله يوم 24 كان استئذانا من فضيلة المفتي واستشارة برأيه فيما يخص الإعدام أو فيما يخص الإعدام عموما في هذه القضية فضيلة المفتي ما نعرفش رأيه كان إيه ولكن تسرب طبعا وده غير مؤكد لأنه رأي المفتي استشاري واحد واثنين سري يقدمه بسرية تامة للمستشار وفي النهاية النهاردة كان الحكم بالإعدام لـ 37 متهما والمؤبد لـ 491 نذكركم إن كان فيه 16 أخذوا براءة من المرحلة الأولى لكن تعالوا نرجع للـ 37 متهم دول ونحلل هذه القضية بشكل علمي من الـ 37 متهم من الواضح إن لدينا فقط سبعة حكم عليهم حضوريا وخلوني أكد تاني الكلام من المرسلين اللي موجودين لأنه القاضي بيقرأ من قرار الإحالة هو قدامه 528 متهم أسميهم موجودة اللي موجودين حضوري قدامه بس واحد الموجودين حضوري قدامه 91 فقط اللي محبوسين يعني فقط في هذه القضية هم 91 والباقي كلهم هاربين وبالتالي هو حكم بالإعدام على 37 من الـ 37 دول عندنا السبعة فقط محكوم عليهم حضوريا يعني سبعة بس هم اللي موجودين في محبوسين يعني هم دول المتحفظ عليهم ومحبوسين احتياطين على زمة هذه القضية الباقي حكم عليهم الباقي 37 يعني 30 منهم هاربين الهاربين دول مصرهم إيه؟ مصرهم إنه هو إذا تم القبض عليهم أو عندما يتم القبض عليهم تعاد إجراءات المحاكمة مرة أخرى يعني الحقيقي محكوم عليهم بالإعدام هنا هم سبعة فقط وفيه ناس تانية بيقولوا لا هم تلاتة لكن الحقيقة احنا كنا نتمنى النسيات المستشاري يطلع لنا يعني تفسير واضح أو يطلع لنا مش حيسياته لكن يقول لنا إنه كام حضوري وكام غيابي لكن من حصرنا من زملائنا الصحفيين احنا أمامنا بالأسماء سبعة فقط تم الحكم بالإعدام عليهم أنا ما بقولش ده كتير ولا أوليل أنا بتكلم على الوقائة وبحاول أفسرها واشرحها علشان حالة الخمسمية إعدام دي تنتهي حالة الخمسمية إعدام يجب أن تنتهي احنا قدام سبعة حضوريا محكوم عليهم بالإعدام والباقي اللي هم الأشغال المؤبدة أربعة وتمانين فقط هم الحاضرين أو المحبوسين يعني من الربعمية واحد وتسعين احنا عندنا أربعة وتمانين فقط حضور تاني سبعة فقط هم المحكوم عليهم بالإعدام حضوريا واربعة وتمانين فقط هم المحكوم عليهم بالأشغال الشقة المؤبدة حضوريا الباقي كله هارب سواء بقيت السبعة وتلاتين أو بقيت الربعمية واحد وتسعين كل ده هارب فهذه أول قضية لدينا والتي قضى بها المستشار سعيد يوسف صبري اليوم بالإعدام لسبعة وتلاتين والمؤبدة لربعمية واحد وتسعين تاني سبعة بس هم الحاضرين هم المحبوسين واربعة وتمانين بس هم المحبوسين والباقي هاربين خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نذكركم ماذا كانت تهم هؤلاء احنا دلوقتي بنتكلم على في حالة من الإنيار والأهلهم ويحق لهم ذلك ولكن خلينا نقول مجموعة من معلومات واحد هذه محكمة أول درجة محكمة أول درجة النائب العام أمر بالطعن بالنقد على هذا الحكم وده شيء طبيعي الطعن ده في قضايا الإعدام أوتوماتيك يعني مش هو بيطعن عشان خلل أو أي شيء هو بيطعن أوتوماتيك عندما يكون هناك إعدام النيابة هي التي تطعن ممكن البعض يقول والله الإجراءات كانت غير سليمة الإجراءات قصيرة ده خلاف قانوني نتكلم عليه لكن أنا بفسر الوضع ولا بقول رأيي بقول أنه النائب العام طعن هذا حكم أول درجة سبعة بس محكومة عليهم بالإعدام 84 أشغال الشقة والباقي هاربين إذا قبض عليهم سيتم مرة أخرى مرة أخرى سيتم محاكماته مكندة على الشاشة قرار النائب العام موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة